مرحبا أنا الدكتورة شيرين بحيث أخصائيات نسائية وتوليد الموضوع البرد في الرحم ما هو البرد في الرحم؟ البرد في الرحم أو الغاز المحبلي هي حالة مرضية أو حالة نحكي طبية مش مرضية تحدث عندها دخول الهواء داخل المحبل وانحباسه بالداخل هلأ هي حالة طبية طبيعية ما في منها أي مشاكل ولكن إذا أصبحت مزمنية يجب البحث عن الأسباب التي تحدث هذه الأعراض ما هي أسباب البرد في الرحم؟ الأسباب من الأسباب الشائعة الطبيعية هي وجود العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة من الأسباب الأخرى هي ضعف الحوض المرأة النسور المحبلي هو القناة التي تصل بين المحبل أو التجويف البطني مثل المحبل والحالب، المحبل والمثانة، والبهبل والمستقيم أيضا أسباب أخرى للبرد في الرحم هو النشاطات الرياضية بعض الفحصات التي تجرى داخل العيادات النسائية، الفحصات الداخلية وأيضا استخدامات منتجات نسائية مثل التامبونز اللي هو صدادات القطنية أعراض البرد في الرحم، أعراض البرد في الرحم مثل الغاز المحبلية هو واحد من الأعراض المحبلية الأعراض البرد اللي بالرحم بتصير الأعراض الأخرى مثل السلس البولي الالتحاب المسالك البولي المتكررة الإفرازات المحبلية الالتحابات المحبلية المتكررة أيضاً اختلاط البوراز والبول مع بعض والألام المحبلية المتكررة ترجمة نانسي قنقر